لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل أهلا بك محمود الأوضاع اليوم تفضل نعم بعد التحية الأوضاع اليوم هو التزايد المستمر والإقبال من الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين في الحدود البرية لكن في هذه الخدمة الإخبارية سنتحدث عن ثلاث نقاط جديدة النقطة الأولى متعلقة بزيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمحافظة أسوان ولقائه بعدد من الوافدين السودانيين الوافد أشاد بالجهود المقدمة من محافظة أسوان لدعم الأشقاء السودانيين وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية كما أشاد أيضا الوافد بالخدمات الصحية والنفسية واللوجستية المقدمة للأشقاء السودانيين وأكد أن هذه الجهود تضافر فيها الجهود الحكومية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وبعض المتطوعين وأكد الوافد أيضا على أن هذه الخدمات المقدمة تؤكد على قوة الترابط بين الشعبين السوداني والمصري وأن هناك روابط وقواسم مشتركة تجمع بين الشعبين الشقيقين من الجوار وأيضا من العلاقات القوية بين البلدين وكان له الوافد التقى بعدد من الوافدين السودانيين وأيضا ممثلي المجتمع المدني وبعض الجمعيات والمبادرات الذين يقومون على المبادرات المجتمعية للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات والخدمات المقدمة للشعب السوداني الشقيق فهذه هي الزيارة التي كانت اليوم لمتابعة الخدمات التي تقدم للسودانيين النقطة الثانية التي رصدناها من خلال لقائنا بعدد من السودانيين عبروا بكل كلمات تملأها المحبة وأيضا التعبير عن الأخوة بين الشعبين السوداني والمصري وأكدوا أنهم ليسوا لاجئين بل أنهم يتوجهون إلى بلدهم الثاني مصر وعبروا أيضا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على التسهيلات الموجودة داخل معبر قسطل وعلى فتح المعابر وأستقبالهم ورأينا أيضا الأطفال الذين يقومون باللعب فهناك مشاهد من الفرحة والبهجة ووجدوا من هذه الأرض الآمنة أرض السلام مصر وجدوا متنفسا للبقاء مرة أخرى وأيضا مشاعر من البهجة والفرحة على وجوههم بمجرد أن خرجوا من الخرطوم نظرا للاشتباكات الموجودة هناك وصولا إلى هنا في مصر وفي معبر قسطل وفي مدينة أبو سنبل أو حتى أسوان النقطة الثالثة والأخيرة هي الحركة التجارية كنا قد تحدثنا عن بعض الحافلات التي كانت محملة بالعديد من المواد الغذائية بالأمس وتوجهوا إلى معبراي قسطل وأرقين هذه الحافلات اليوم دخلت بالفعل إلى بعبر قسطل وعبرت إلى الجانب السوداني عدد من الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد من المواد الغذائية فهذا يدل على عودة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين خاصة أن هناك حجم كبير من التبادل التجاري حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في العام الماضي 2022 أكثر من مليار دولار مقارنة بالعام السابق له عام 2021 بزيادة 18% فهذه الحركة أيضا مستمرة رغم الاشتباكات التي كانت في السودان وأيضا هذه الأعداد ستزداد خلال الأيام القادمة نظرا لدخول اتفاق الهدن حيز التنفيذ فيستطيع عدد أكبر من السودانيين المتواجدين في الخرطوم في المجيء إلى معبر قسطل خاصة بقربه من القنصلية المصرية في ودي حلفة في السودان فهذه هي الصورة من ميناء أبو سنبل النهري وهذه النقاط الجديدة اليوم في المشهد وربما المشهد والأعداد أيضا ستزداد خلال الساعات القادمة خاصة مع استمرار عمل العبرات على مدار اليوم كفيت ووفيت محمود جميل شكرا جزيلا لك